اشتركوا في القناة من الإيمان واليقين بما يجب اعتقاده وهي الإيمان بالله وملائكته وكجبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذه هي العقيدة التي سماها شيخ الإسلام بن تيهية رحمه الله اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيم الساعة وقد بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبرين عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأنه الحي القيوم الحي الذي لا يموت أن يدبر جميع الأمور الذي بيده ملكوت كل شيء الذي يجب أن يطاع فلا يُعصى وأن يُشكر فلا يُنكر الإيمان بانفراده بالألوهية التي بني عليها الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرم هذه العقيدة في الألوهية يجب على الأمة الإسلامية أن يتفقوا عليها وأن يبحثوا في جميع أقطار الدنيا هل المسلمون قد حققوا هذه أم لديهم من الشرك ما ينافيها وأول من يقوم بهذا هذه الرابطة رابطة العالم الإسلامي إن بعض الأمة الإسلامية في بلاد المسلمين تقوم بما ينافي هذه الحقيقة وهي أن لا إله إلا الله فعندهم من المشاهد وعبادة غير الله عز وجل والاستعانة بالأموات والاستغاثة بهم ما هو معلوم لمن شاهد أو سمع وهذا أمر يجب أن تتوحد الأمة على نفيه وإنكاره وبينحقه في جانبه ويتضمن الإيمان في الله عز وجل الإيمان من فراده بما يقتص به من الأسماء والصفات فليس كمثل شيء وهو السميع البسيط وله من الأسماء الحسنة والصفات العليا ما هو معلوم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعقيدة في هذه النحية بالذات واضحة سليمة بينة ليس فيها قلق وليس فيها نكب وهي التي سار عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدبر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بأسماء الله والصفاته تجد أنهم في غاية الأدب مع النصوص لا يتجاوزونها ولا يقصرون عنها يثبتون ما أثبت الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات على وجه الحقيقة وينفون ما نفى الله عن نفسه من الأوصاف على وجه الحقيقة توحيل الأمة الإسلامية على هذه القائدة وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات ونتي ما نفى الله عن نفسه من الصفات أمر ضروري لأن هذا يتعلق بالخالق عز وجل يتعلق بالمعبود فإذا تفرقت الأمة فيه فهذا يعني أنها تفرقت في معبودها وما يسهط من الأسماء والصفات ويجب على الجهات المسؤولة عن الأمة الإسلامية أن تحاول توحيل الأمة الإسلامية على هذا الأصل حتى لا تتفرق حتى لا تزيغ رضي من رضي وسخط من سخط ولا يمكن أن تتوحد أمة تختلف في معبودها جل وعلا لذلك لا بد من الاتفاق على ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات هل يمكن الأمة أن تتحد وهي تختلف في معبودها هل وبالسماء أو في الأرض هل وباء من خلقه عال عليهم أو همختلط بهم في أماكنهم لا يمكن لأن هناك فرق لأن هناك فرقا عظيما بين من يعتقد أن معبوده جل وعلا فوق كل شيء ومن يعتقد أن معبوده في كل شيء فلا اتفاق مع هذا الاختلاف وأرى أن يبحث في هذا الأمر بحثا دقيقا وتكون له الهيئات أو النجام الخبيرة الخبيرة البصيرة في هذا الأمر ويعتبر منهجا واضحا فليما على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه لقد جاء في حديث أبي رزي العقيل المشكور أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تحدث عن كون الله تبارك وتعالى يضحك قال يا رسول الله أو يضحك ربنا قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا اطمعنا رجل وآمن وبنى على هذا الإيمان ما سمعتم أنه لم جاء من رب يضحك خيرا فلا بد أن نتفق على هذه الحقيقة أي على إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات على وجه الحقيقة بدون أي رواغان أو زير قد يقول قائل إننا لو أثرنا البحث في هذا حصل الاختلال ولكن أنا نقول في الإجابة عن هذا إنه إنه إذا كان مقصود العالم الوصول إلى الحق فلا يحصل في السلام لسي ما في أمرك هذا وهذه النية أعني نية الوصول إلى الحق بقطع النظر عن من قال به هي التي يجب أن تكون سائدة بين العالم الإسلامي والحق يجب أن يكون مقبولا من أي قائل به والباطل يجب أن يكون مرفوضا من أي قائل به لقد قال الله تبارك وتعالى وإذا أن المشركين وإذا فعلوا فأحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فقال الله قل إن الله لا يعمر بالفحشاء فأنكر ما كان باطلا وسكت عما كان حقا فإنهم تعللوا بشيئين الأول أنهم وجدوا آباءهم على ذلك والثاني أن الله أمرهم بها فأنكر الله أن يكون أمر بذلك وسكت عن أن يكون اقتدوا بآبائهم لأن هذا حق والحق يجب أن يقبل من كل من تكلم به كذلك يجب على الأمة الإسلامية في هذا الباب وغيره أن لا تتنابز بالألقاب أن لا تتنابز بالألقاب التي يقصد بها التشويه كما يقال أن هؤلاء إنهم من الحزب الفلاني أو من الحزب الفلاني أو ما أشب ذلك يجب أن تقول الأمة الإسلامية حزبا واحدا يجب أن يعتصروا بحذل الله جميعا ولا يتفرطوا وإذا قدر أن أحدا شوها طائفة تعمل بالحق فالواجب أن نبين هذا وأن يقول نجلس حول بساط البحر ومن هل ما قال هذا من التشويه ينطبق على الواقع أو لا ثم بعد ذلك ندع هذا التنابز بالألقاب الإيمان بالله يتضمن الرضا بحكمه الكوني والقدري لحكم الكون والقدري وأعني الحكم نفسه لا المحكوم به فالمحكوم به قد يكون مرضيا وقد يكون غذا مرضي وقد يكون الرضا به مستحبا لكن الحكم من حيث هو حكم الله يجب الرضا به وأن يعتقد الإنسان أنه حق وأنه حكم من ذلك مثلا قضاء الله تبارك وتعالى بأن الخلق ينقسمون إلى مؤمن وكافر هذا يجب الرضا به يجب الرضا بهذا القضاء وأن نعلم أن هذا هو الحكم ولولا الكفر لم يعرف الإيمان كما أنه لولا القبيح لم يعرف حصن الجميل فبضدها تتبين الأشياء ولا يمكن أن ينكر أحد هذا القضاء الذي قضاه الله عز وجل كما في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولكن علينا أن نحاول في جاية الكافر بقل المستطاع فمن اهتدف لنفسه ومن ظلف عليه القضاء الشرعي يجب أن نغضى به نغضى بأن الله حرم هذا وأباح هذا أوجب هذا ونهى عن هذا يجب وما الرضا به يجب أن نطبقه لنكون أمة واحدة بدون تفرق ومن ذلك أن نتفق على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتثالا لأمر الله حيث قال والتقم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءه البينات وأولئك لهم عذاب عظيم في هذه آية الكريمة دلالة واضحة على أن الأمة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير فإنها ستتفرق يجب أن نغضى به وهذا هو الواقع لأنك إذا رأيت شخصا على منكر ولم تنهه عنه باقيه على منكره وهو مخالف لك في منهجك فيحصل الخلاف ويحصل للاختلاف إذا رأيت شخصا أخلى بالمعروف الذي يجب أن يقوم به فإنه سيخالف لو رأيت شخصا لا يصلي مع جماعة مثلا وسكت عنه بقي مخالفا لك وحصل بذلك الاختلاف الإيمان بملائكة الله عز وجل هو أيضا من أصول العقيدة العيمان بالملائكة على اختلاف أحوالهم ووظائفهم وأعمالهم من أصول العقيدة التي جاءت بها الشريعة فنؤمن بأن لله تعالى ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأن لكل واحد منهم وظيفة أو أكثر أمره الله بها وإن كانوا من عالم الغيب في الأصل فإننا يجب أن نؤمن بالغيب الإيمان بالكتب يجب أن نؤمن بكتب الله التي أنزلها على رسل وما من رسول إلا وأنزل الله معه كتابا كما قال عز وجل لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه هذه الكتب يجب أن يكون لدينا علم أن يكون لدينا علم بأن جميعها منصور بهذا القرآن الكريم وانظر التتابع في سورة المائلة حيث حيث ذكر الله التوراة ثم الإنجيل ثم هذا القرآن وقال فيه وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فنسخ جميع الكتب السابقة لكن ما وافق الكتاب فهو ثابت بالكتاب وما خالف القرآن فإنه قد نسخ ولم يبقى شريعة يتعبد بها الخلق لله عز وجل ويجب أن نحذر من بادرة بدأت تفوح رائحة والكريه ألا وهي ما يسمى بتوحيد الأديان فإن هذا المبدأ منكر عظيم لأن مقتضاه ولازمة أن تكون الأديان السابقة باقية مقبولة عند الله مرضية له وهو مبدأ خطير ولا يمكن أن نوحد الأديان وإن دين اليهود ودين النصارى بالنسبة لشريعة الله كسائل الأديان ليس مقولا عند الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه فكيف يليق بنا أن نحاول ما يسمى بتوحيد الأديان وهل هذا إلا محدة ومضادة لشريعة الله وإذا وإذا النصار قد كفروا بالمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف نتوحد معهم في دين وإذا كان اليهود منكرة لرسالة عيسى فكيف يتوحدون مع النصارى في الملة ولهذا قال الله تعالى وقالت اليهود ليست ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم التؤكد فإذا كان بعضهم نفى أن يكون البعض الآخر على شيء من الدين فإننا نحن الذين نسخ الله الأديان السابقة بشريعة الإسلام لا يمكن أن نقول إنهم على شيء بل هم ليسوا على شيء وإذا قدر أن لليهود والنصارى خصائص في بعض الأحكام الشرعية فهذا لأن عندهم من العلم بالشريعة الإسلامية وبرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يجعلهم أميل إلى القبول من غيرهم وليس المعنى أنهم على حق واسمع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أقسم بأنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار فانظر كيف كيف جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجرد السماء من اليهود والنصارى مجرد السماء حجة منزمة لأن لا احتاجون إلى تفهيم هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولهذا كان مجرد سماء اليهود أو النصارى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة قائمة عليه فكيف نسمح لأنفسنا أن نتفوه بتوحيد الأديان الثلاثة وأقول دين اليهود ليس دينا عند الله وإن كانوا يرونه دينا لهم ودين النصارى كذلك ليس دينا عند الله وإن كانوا يعتقدونه دينا فهذا المبدأ المقيد المنقود هذا المبدأ المقيد الممقود يجب أن يطرد من ساحة البحر ومن ساحة التبكير لأنه لا مكان يجب يجب أن تتوحل الأمة الإسلامية على هذا ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن ننبهر بما كانت عليه الأولم النصرانية أو اليهودية من تقدم في أمور في أمور الدنيا لأن المسلمين حين كانوا على الحق المتحدين غلبوا من كانوا في وقتهم كهذه الأمم أو أقوى لكن جاهدوهم بالقرآن فكانت الغالبة لهم والله غالب على أمره وكلمة الله العلي الإيمان بالرسل من العقيدة أيضا يجب أن نؤمن بكل رسول صلى الله عليه وسلم إلى خلقه وأنه على حق وجاء بالحق لكن الاتفاع إنما هو لخاتمه لخاتمه محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم أما من سبق فما وافقت شريعته شريعتنا فهو شريعة لنا وما خالفت فلا ولا أخفى علينا جميعا أننا والحمد لله بإيماننا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنون بجميع الرسول وأن من كفر بمحمد فهو كافر بكل رسول حتى حتى إن رسوله الذي أرسل إليه وهو يبدأ أنه يتبعه هو كافر به ولهذا قال الله تعالى كذبت قوم نوحي المرسلين مع أن نوحي عليه السلام هو أول هو أول رسول أن أرسله الله إلى الأرض وقال الله تعالى عن قوم الذين يكذبوه كذبت قوم نوحي المرسلين مع أنه لم يأتي رسول إلا نوحي عليه الصلاة والسلام لكن من كذب واحد من الرسل فقد كذب بتنسي الرسالة فيكون مكذبا لجميع المرسلين اليوم الآخر الإيمان به موجب لاتفاق الأمة لأن كل من خاف اليوم الآخر فلابد أن يعمل بما جاءت به الشريعة لأنه يخاف اليوم الآخر قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم تؤفى كل نفس ما كسبت وهم يظلمون والإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل المرء على تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهل ولولا الإيمان باليوم الآخر ما عمل أحد خيرا قط إلا ما يراه تبع لهواه والأمة الإسلامية إذا آمنت باليوم الآخر وهي مؤمنة حقا به فلابد أن تتوحد ويحسن سلوكها وعبادتها ومعاملتها والإيمان باليوم الآخر يتضمن أشياء كثيرة ذكر شيخ الإسلام المتعمية رحمه الله في العقيدة الواسطية ذكر الظابط فقال ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت أما الإيمان بالقدر خيره وشره فهو أيضا مما يستلزم توحيد الأمة على كلمة واحدة إذا آمنت به على حسب ما يجب ولا يخفى أن الناس انقسموا فيه إلى أقسام ثلاثة إلى قوم غلوا في إثبات القدر وقوم فرطوا في إثبات القدر وقوم توسطوا يجب أن تكون هذه الفرق الثلاث متحدة على كلمة واحدة مقتبسة من الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو أننا استغلنا على ما تقتضيه هذه الأصول الستة لكانت قلوبنا مملوئة بالمحبة محبة بعضنا ببعض والاحترام ولكنا نسلك نسبك الذين آمنوا بهذه الأصول على الوجه السليم وهن الصحابة رضي الله عنه ولكانت لنا الهيبة بين الأمم ولكن مع الأسف أن الناس اختلفوا وتفرقوا ودخلت فيهم الأعداء حتى جاسوا خلال الديار وكان أمر الله تعالى مفعولا أسأل الله تعالى أن نوحدنا جميعا على كلمة الحق وأن يهب لنا منه رحمة وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين إنه على كل شيء قدير وإن لي أملا كبيرا في هذه الرابطة أن يكون لها أثر في توحيد الأمة الإسلامية على الحق ولا مان من أن تكون اللجان أو الهيئة للنظر فيما اختلف فيه المسلمون على وجه العدل والإنصاف حتى تكون الثمرة المرجوة المرجوة من هذه الرابطة وأخيرا أشكر لأخينا الدكتور عبدالله بن صالح عمد عبيد أن حصل هذا اللقاء لدعوته ثم أشكر كل من ساهم في إقامة هذه الرابطة على الوجه المطلوب ولا ننسى أن نشكر خادم الحرمين الشريفين حيث تبرع بهذا المبنى الفخم الواسع الذي يدل على عنايته في ما ينفع المسلمين نسأل الله أن يوفقه ويصلح له البطانة إنه ولي ذلك والقادر عليك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر